موسيقى والله بالنسبة للمشروعات العقارية يعني هو بس حصل شوية عطلة في الأول اللي هي فترة من نص مارس لحد مثلا بعد رمضان لكن بعد كده كل حاجة رجعت لمعدلاتها الطبيعية وبتدينا يعني على العكس فديتنا في إن إحنا بتدينا نصرع أكتر فرجعنا لمعدلات الطبيعية من ناحية التنفيذ يعني فده كان كويس طبعا التأثير الأساسي في منتج السياحي يعني السياحة وقفت توقفت تماما وبعدين اتفتحت اللي هي بالنسبة التدرجية الـ 25 مية وبعدين الـ 50 مية بس طبعا ما يعني ما تفرقش حتى لو أنت عملتها مية مية أنت مش حجي لك أكتر من الـ 15 مية إما كانش أقل في معظم الأوقات لأن أنت ما اعتمدك على السياحة الداخلية والسياحة الداخلية دلوقتي خلاص المدارس يعني شبه رجعت فما بقاش فيه تدفق من المصريين غير في مثلا الأجاز الجادي اللي الناس هتسيجي فيها يعني لكن غير كده طبعا ما بيبقاش فيه أي مدخول سياحي هو بيجي طيارتين ثلاثة عشرة ما يعني إحنا كنا نتكلم فوق متين طيارة في الأسبوع قبل كده فطبعا السياحة ما فيش سياحة يعطبا أنت ما تعرفش تحجز إيه ولا تعمل إيه ولا النهارده الناس لو جالك حيعرف يرجع بلده ولا إيه الاشتراطات فلا الدنيا لسه في السياحة مع الأسف لسه تعبانة شوي كوندو بيسكا الكنستركشن العمليات الإنشائية شغالة فيه فهو مستمر يعني بنفس المعدلات كان هدفنا طبعا أن احنا نفتحه في 21 وعشرين لكن إحنا أجلنا الحكاية الخطة دي يعني سنة أو لحد ما نشوف يعني النهارده عودة السياحة هل السياحة هترجع السنة الجاية ولا هتتأخر أكتر من كده بي وسط المشروع كان في مرحلة التسليمات لما احنا تكلمنا فيه والحمد لله احنا سلمنا أكتر من خمسين مئة من الوحدات وهدفنا أن احنا نسلم مئة مئة في الوحدات السنة دي فإحنا مزلنا ماشيين في هذا أكتر من مئة وعشرة وحدة في المشروع بتاع بي وسط ودلوقتي فتحنا بمرحلة تلاتة بيئة ومرحلة الرابعة حواليه أربعين وحدة تانية لأن الإقبال شديد تدينا أطلقنا مشروع مسكة برضو اللي هو المشروع اللي هو هيبقى على البحر في بي وسط وده طلعنا بمرحلة الأولى خلصت دي كان فيها حوالي حاجة وستين وحدة وبعدين نزلنا بالمرحلة التانية خلصت مثلا تسعين مئة وإن شاء الله الشهر الجاي حنفتح المرحلة التالتة وفتحنا مشروع جديد اللي هو مسكة كبانة زي الكبان اللي بتتعمل في الساحل دلوقتي وطرحنا حوالي مئة وحدة في أول مرحلتين والمرحلتين الحمد لله يعني مرحلة أولى خلصت مرحلة التانية بيع تسعين مئة فالمنتجات دي لقينا عليها إقبال جديد شديد فحتى كان أول مرة نطلق مبيعات في الصيف يعني عادة في الصيف السوق العقاري اللي هو يعني بيوت السحلية بتتجه للسحل الشمالي لقينا إن إحنا لقى فيه إقبال كبير جدا على البيوت عندنا في سومباي بالنسبة لمشروع ودي جبال فكان مثلا ده مشروع ده كان متبقدي فيه حاجة بتاع عشر من وحدات دول اتباعه فتحنا زي محركة ودي جبال والمبيعات ماشية فيه كويس قوي وكان فيه عندنا مشروع باي سنترل اللي هو اللي هيبقى بجوار المدينة اللي إحنا فيها فدلوقتي عمالين بنجري إن إحنا نطلع منتج يعني لقينا السحب كان إحنا بنبيع حوالي مئة واحدة في السنة دلوقتي وصلنا لحوالي متين وخمسين وحدة فالسحب الحمد لله كان مفاجأة كويسة فإحنا دلوقتي بنوسع في الإدارة في التطوير القاري إن إحنا نشوف إزاي إن إحنا غيقدر نوفر وحدات أكتر إحنا المشروع بتاع ميسكة يعني قادر أقول له حريك إن حجم الإستثمارات فيه في حوالي متين وخمسين مليون جنيه وموضوع مشروع باي سنترل ده مشروع حيخشله في حوالي سبعمائة مليون جنيه بس ده لسه بقى يعني إحنا بتادينا يدبع مرتين لكن هيبتدي بقى نفتح المراحل التانية فيه إن شاء الله إحنا كنا مستهدفين 300 مليون إحنا بيعين بـ 250 مليون السنة اللي فاتت إحنا لحد دلوقتي بيعين بـ 600 فحنكمل إن شاء الله يعني نأمل إن إحنا نوصل لـ 700 السنة دي السنة الجاية يعني عايزين نشوف هالحنقدر نفضل على نفس المستوى من مبيعات إنها ما يحصلش تنزل يعني فعالعكس إحنا هنبتدي بندخ أكتر وحنسوق أكتر بحيث إن إحنا نفضل على نفس الوتيرة وبتدينا حتى دلوقتي مشكلة إن يعني بتدينا نركز على فتح افتتاح مطاعم أكتر المناطق الشواطئ بتاعتنا بتاعت السكان وكده بنوسعها عندنا مشروع شاطئ جديد فعملين نزود الطاقة الاستعابية بتاعتنا على أساس إن إحنا نتعامل برضو زودنا حجم محطة المياه بتاعتنا 50 مياه من 6000 متر مكعب في اليوم لتسعة تلاف متر مكعب في اليوم حنبتدي نشتغل في الطاقة الشمسية لإن برضو ازدياد في استهلاكات الطاقة يمكن حصل بالانس شوية بالهدوء اللي حصل في الفنادق لكن لو الفنادق رجعت مع الازدياد في العقار ممكن ده يعمل لنا احتياج يعني للبنية التحتية فابتدينا على طول نشتغل فيه من دلوقتي موسيقى إحنا الحمد لله نتنشر القرار الوزاري قرار رئيسي وزارة باعتماد المارينة وإحنا ابتدينا يعني الأعمال التمهيدية الدراسات الطربة التجهيز للمارينة يمكن برضو مش هنخش في بدائة أعمال الحفر وكده للمارينة كنا نوينين نخش الثانة الجاية فطبعاً أخدنا بطقنا القرار ده لحد ما نشوف ايه الوضع الجديد يعني احنا في الظروف ملهاش كتالوج موسيقى موسيقى موسيقى